اخ اخر يقول في موضوع السحر يقول هل انت تؤمن بالسحر السحر ليس اكثر من خداع البصر فقط انا اؤمن بما يقول به الله ورسوله الله تعالى ماذا قال في سحرة فرعون قال وجاءوا بسحر عظيم ماذا قال وجاءوا بسحر عظيم هذا السحر اثر حتى على سيدنا موسى عليه السلام خيل اليه من سحرين انها تسعى طيب ستقول انه للعين فقط طيب ماذا يقول الله تعالى في قصة هاروت وماروت فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه فراق يحصل تسميه خدع بصرية انا اؤمن بما يقول به الله ورسوله اياك ان تنكر السحر اياك ان تنكر انه موجود لان القرآن اثبته فلا تنكر وجوده لا تنكر شيئا اثبته القرآن الكريم واخ اخر يقول يقول والله يا دكتور كلام غير مقنع يعني عندما يقول السحر لا ادري انا لا اتكلم يا اخي من جايبي انا اقول قال الله وقال رسول الله اين التحصين بالذكر والقرآن الكريم والله تعالى يقول في كتابه وما هم بضارين به من احد الا باذن الله فالله هو الضار هو النافع امنت بالله انت تقول لا يوجد لكن الله يقول موجود وما هم بضارين به من احد الا باذن الله في النهاية اذن الله ان يوجد سحر في الارض لماذا لا ندري الله تعالى لا يسأل عن ما يفعل كما اذن الله ان يكون في الدنيا ظلم وعدل قتل وسرقة وامان وامان كلها اذن الله ان تكون موجودة في الارض لان الدنيا اختبار فالله ماذا يقول هنا وما هم بضارين به من احد الا باذن الله يعني يضرون لكن والله اذن ان يكون السحر هنا موجودا هذه الاية عليك وليست لك يقول ثاني شيء السحر كان موجود قبل النبي صلى الله عليه وسلم كان في زمن موسى وسليمان ولما نزل القرآن ما بقي سحر طيب انت قبل شوية تقول قدنا تحصين بالقرآن والذكر علمنا يا النبي صلى الله عليه وسلم زين اذا ما موجود سحر بامتنا عليش علمنا نبي التحصين وعليش علمنا الحماية بالقرآن كريم من السحر اذا كان غير موجود بامتنا لا اخي موجود السحر موجود ومعلوم بالاستقراء بالنظر ده شوف بعينك شوف ناس مسحورين تقرأ لهم يصحو نعم يعني ترقيه رقي الشرع يصحو انت واهم اخي الكريم هذا القرآن كريم ذكرها واثبتها واثبتها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث كثيرة